موسيقى السلام عليكم يا شباب أخبركم عميني علومة كده على الانطاير معظم الشباب اللي بدئين في الكاستنج بتلاقي الخط بيتشاربك معك عندك كذا نقطة للموضوع ده أول نقطة لازم يكون الستطاب بتاعك متناصر هذا اللي قلنا عليه من زمان الخيط الحرير اللي راكب على المكينة يكون حجم الخيط متناسب مع حجم المكينة متناسب مع الدرامات المذكورة على القصبة أول نقطة النقطة الثانية ان انت لما تيجي تلف الحرير على المكينة ما تخليش الحرير يوصل لغاية الحفة هنا الوظيفة الحفة او الشفة دي انت لما تفتح البل الخيط المفروض يطلع من المكينة يخبط هنا هو طالع من السبول طالع منها داير فالمفروض يخبط هنا عشان يتفرد وينزل بايدا فانت لما تمنع الخيط للحفة للحفة دي معناها ان الخيط بيطلع لما تفتح البل بتاعك بيطلع في الهواء ما فيش حاجة يخبط فيها لما يطلع في الهواء وهو مع الهواء حيتشاربك يعني نقطة ان انت تشوف الخيط بتاعك يكون على المكينة كده كده فوق زي تحك ما يبقاش مسلس مقلوب مسلس معدول ما يبقاش كده النقطة التالتة ودي بلغ مهمة لان عندك القصبة مثلا القصبة دي اه اه اتنين متر وعشرة اتنين متر وعشرة الجرامات اعرفش واضحة من خمسة لعشرين جرام متحطش عليها خمسة جرام متحطش عليها سبع جرام عشر جرام من خمسة لعشرين جرام يعني تقريبا انا اقل لحاجات تخطها عليها دلتاشر اربعتاشر جرام ناشر يعني هك فانده متحطش عليها خمسة جرام مش دي الأزرة فتحط الوزن المناسب للسيتاب بتاعك الحالة التالتة ان يكون عندك الهوا زي الهوا جاي فوشك وانت بتغنيه الهوا جاي فوشك لو انت التزمت بالحاجات اللي انا قدناها قبل كده خيط على المكينة مش ملفوف على الاسبول لغاية الاخير سايف مسافة عشان يخبط الى ان الجرامات اللور مزبوطة على او متناسبة مع السيتاب الهوا جاي عكس النقطة المهمة انت هترمي بالقصبة والياكن الرمية بتاعتك بتوصل 70 متر مع الهوا اللي جاي عكس هتوصل 60 متر والياكن فانت عارف من اول مرة رميت فيها اللور بتاعك بين ينزل فين فاول ما يوصل الرمية بتاعتك اللور في الهوا لسه ما نزلش البحر اول ما يوصل في الهوا للمكان اللي المفروض ينزل فيه اقفل البل مفتوح عشان الهوا ما ياخدش منك خيط زيادة على الفادي فانت مثلا الرمية بتاعتك ستين والهوا هياخده بتاع 10-15 متر زيادة من الاسبول لما تيجي تلم تلاقي خيط بيلف على الهوا فهيشربك معاك اقفل البل تمام حاك انك تعمل ستوب واللور بتاعك هينزل في نفس المكان كده انت فعدت ان انت تطلع خيط زيادة من المكينة ياخده الهوا بعدين يشربك معاك اتمنى تكون المعلومات بسيطة وواضحة مع الوقت مع الخبرة كل الموادية دي بيقول انت بتعملها اوتوباتيك من غير ما تتخزينها في الخكال واشوفكم معنا خير ان شاء الله